السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير يا شباب. النهاردة هناخد المحاضرة التانية والاخيرة في جزء الليمفومة. عايز الناس تركز معايا قوي عشان عارفكم كمان الدكتورة ناوي تجيب الاسئلة ازاي? لانها هتجيب اسئلة معينة هي ركزت عليها في المحاضرة. طبعا هي يعني جزاء الله كل خير دكتورة امام بتركز دايما على الحاجات اللي تهمك في حياتك لو انت هتمشي في السكة دي. كلنا المرة اللي فاتت ودائما يفضل ان احنا نمشي بالترتيب عشان الدنيا ما ترتب على بعض. بدأنا باول نوع من الليمفومة اللي سميناها خلينا نتفق اتفق كده عشان نستبقى مرتبة دمخة. لما يكون الورم في الليمفاتيكتشو بنسميه ليمفومة. لما يكون الورم بتاعه من البون مارو بنسميه لوكيميا عشان ما تدخلش الدنيا في بعضها. وهي الاخطر والاصعب واللي هنبتدي بيها قصة النهار. بص يا سيدي ركز معي. طبعا في البداية كلام من روش ايه تلاتين لازمة. في مشاعر جدا في الحياة ماته بسبب نونهوضج كلمفومة ربنا يعافي الجميع. زي السلطان حسين بتاع الوردن. كلام ده كلام طبعا ما يهمناش في حاجة. وجاكلين كنيدي وبتاع. كلام ما يهمناش في حاجة. نخش بقع الكلام المهم. طبعا معلومات بث اثرائية كانت تبقى عارفة ان سادس اكتر سبب للوفاة في اليونيتس ستيتس بالكانسر هو انها دونهوضج كلمفومة. طبعا مش معنى كان انها الدنيا قاتمة طبعا برضو فيه امل في العلاج. طبعا بدأت تزود الوفاة بشكل رهيب طبعا قبل ما يبتدوا يخترعوا لها ادوية والدنيا تبقى افضل شوية. تمام? طبعا نسبة ضعفة في سنة سبعين كل ده كلام طبعا مش مهمة في الامتحان لكن يعني احنا بنقول معلومات. خلاص? طيب بيقسموا ان انا هضجك الليمفومة بناء على لو انت فاكر الهيستولوجي اللي احنا بدأنا به الهيمتولوجي خالص. كانت الليمفوسايت كانت بتمر براحل تكوين لو تفتكر البريكورسرز بتاعتها اللي كانت في اول الهيستولوجي خالص اللي انت حنتوا عليه في المتر. كل مرحلة فيهم لو جه فيها التغيرات السرطانية او التغيرات اللي هتخليها كانثر سل. هنتسمي اسم الورم باسمها عشان كده هتشوف انواع كتير قوي زي ما هتفرق الرسمة كمان شوية عشان ايه ما اصبقش عليك والدينة تبقى سهلة خلص. تباهم كده? طيب خمسة وتمين في المية ده بقى سواء الامي سيكيو مهم خمسة ومين في المية بيبقى بيسل اورجن وخمسشار في المية تيسل اورجن. يبقى المست كومون هو البيسل. وطبعا عندنا مقارنتين مهمين قوي في المحاضرة النهاردة. مهمين جدا مفاهمت حنو الفاعل. خلاص? طعيلة بقى اما نشوف. بص بقى الرسمة دي اللي هيتبنى عليها المحاضرة كاملة. فعايز حضرتك تبقى هادي ومركز معك جدا. بص عشان فينا تبقى ايه ركزة معك خرص. بص يا سيد. ازاي الدنيا بتمشي? الخلايا بتتصنع في البنمر? اغلب خلايا الدم بتتصنع في البنمر. وبعد كده بتسافر لحد اللي مفنود عشان هناك تتجند في الجيش. يعني بص رات تبقى في دماغك انتحكت ولدت في مدينة معينة وبعد كده بتسافر تروح الكتيبة بتاعتك بتاعة الجيش عشان خطر تتخاني. وبعد كده لو قالوا ان في عدو في الجبهة هتسافر سينة هتسافر مش عارف على الفدود عشان خطر تتخاني. فالخلايا بتتكون في البنمر. بيبقى اسمها بريكورسر لينفو بلاست. لو فاكرين كلمة بلاست. طبعا مش فاكر انتوا اكيد قررت الهستولوجي يعني. اسمها بريكورسر لينفو بريكورسر يعني المرحلة ما قبل الاخير. بعد كده بقى اسمها ايرلي بيسل. بعد كده بقى اسمها ماتيور فيرجن بيسل. طبعا والاسم واضح فيرجن. فيرجن يعني ايه عذراء. لسه ما حصلتش ما بينها كونتكت ما بينها علاقة طبعا شريفة ما بينها وما بين الانتجن. او ما بينها وما بين الجسم الغريب اللي ممكن يفش جسم حضرتك. تمام? بعد كده بتبتدي تروح على فين يا سيدي? تبتدي تروح على الليمفنود. اللي متذكر الليمفنود? فاللمفنود لو فاكرين كان بيبقى جواه حاجة اسمها فوليكل. اللي بتتخاني. قبل الخنائب بيبقى اسمها بعد الخنائب بيبقى اسمها سكندري فوليكل. فوستها بيبقى حاجة اسمها اللي فاكرين اللي كان باهد اللي خدناها المحاضرة اللي فاتت تاني. وحواليه منطل يا اسمها منطل. الخندق اللي كان مليئا مستعمرات من الخلايا اسمها منطل. طيب. هي كده ايه. بعد كده دخلت في المانطل اريا. شايف انت? اعتبرت ده الدايرة دي. والبيضوي ده هو المانطل اللي محوط. فلما تخش هنا بقى اسمها منطل سيل. اسمها منطل سيل في المانطل زون. ركز عشان اللي اسمها دي مهمة. خلاص او بسموها لسه ما تقسمتش ولا عملت اي تغيرات. دخلت جوة الجيرميل سنتر اهو الجيرميل سنتر اهو. المسارم اهو. هتبقى على ثلاث مراح. اولا فوليكلر بي بلاست. بعد كده هتبقى بالمنظر اللي انت شايفه ده اللي بقى فيه كزا نيوكليوين. بعد كده هتبقى لو تلاحظت الخلية دي كانت متوسطة الحجم كبرت وبعد كده بدأت تصغر تاني فاسمها سمول كليفت. يبقى هي هنا كانت في المانطل سيل في المانطل زون. بعد كده هنا كانت في الجيرميل سنتر التلات اشكال اللي قدامك دي. بعد كده تبتدي خلاص بقى تبقى مستعد ده واقفة على الحدود ده. باسمها مارجنال زون على المارجن برا. عشان في اي استدعى لو في اي انتجن في الجسم هتتحول البلينفوسايت لبلازما سيل جواها انتيبوديس بالسفك. جواها او انتيبوديس بالسفك للخناء. رحلتك هي ان انت كنت خلاص تولدت في مدينتك. رحت بعد كده الجيش بدأت الاول في الاكاديمية الست وشورة تتعلم. بعد كده رحت عجبها. بعد كده خلاص قالك لأ ده في حرب في الحدود. هتقوم رايح واقف على الحدود. مستني ان يديك اشارة الانطلاق عشان قاطر تطلع تواجه عدوه معي. واضح الكلام يا جماعة كل خلية من دول لما تقف في مرحلتها. بتتحول لكانسر سيل هيبقى نوع من النهوضيك الليمفوس. خلاص? طبعا ممكن بدل ما هي تخش الليمفينوت قم رايحة على البون مارو يبقى اسمها بي اميونو بلاست وتتحول لبلازما سيل ده طبعا بيبقى تابعة اللوكيميان. لان مدام داخل البون مارو يبقى تابعة اللوكيميان مش الليمفوس. خلاص يا شبابنا الرسمة دي هنشوفها كمان شوية تاني هي هي بس بأسامي الاوراب. طيب توكلنا على الله. ادي التأسيمة هي والتأسيمة دي هنقروها على السريع ونشوفها مرة تانية على الرسمة مرة تانية. بص يا سيدي. اولا ماليجناند كاونتور بارس. بص من غير ما تقعد تقرأ كتير يعني اللي هي عند النايفس. النايفس دي يعني خلال اصلية. اللي هي قبل ما تخش من اساسه. تعمل كورونيك لينفوسيتك. سوري كورونيك لينفوبلاستيك لوكيميا. كورونيك لينفوبلاستيك لوكيميا. او لو اللي تخصينا احنا بقى مانطل سل لينفومة عشان هي في المانطل اريا. طيب. داخلت جوة الجيرمانال سنتر. فاكري انت اهو اهو الرسمة هي عشان لو اللي حقتوا تنسوه. ها حاجة بالتلاتة دول. عشان كده في الجيرمال سنتر ممكن تبقى في لوكولر لينفومة. ممكن تبقى دفيوز بيه سلمفومة ودي اخطر نوع. ممكن تبقى بيركت سلمفومة اللي قولنا بيجي بالامشتاين بار فيروس. خلاص? طيب لو رحت على يعني عند المارجنال اريا. باسمها مارجنال زون لينفومة. اهي? هنا هو. اهي داي? لو هي دي اللي تحولت لكانسر باسمها مارجنال سلمفومة. او انها طلعت برا عند البلازما سيل باسمها بلازما سيل ميلومة. طبعا زي ما انت فقنا دي مش تابعة عنا بقى. يعني دي خلاص طلعت برا اللينفنود. فمش هنحكيها في اللينفومة. تمام كده يا شبابنا? تعال اما نشوف نفس الرسمة بالضبط بس بقى سامية الاغورامة. بص دي اسمها ايه? بي بير كورسور. اكيوت لينفوسيتك لوكيميا. وعشان هي لوكيميا فما جبناش سريتها في اللينفومة. ولا في التعسيمات مش هنعوزها. هنا بقى اسمها بيركتس لينفومة. هنا بقى اسمها منتل سيل لينفومة في المانتل اريا. هنا برضو ممكن بيركتس او فوليكولار لينفومة. خلاص? هنا بيسموها المالتومة او المارجنال سيل لينفومة. ايه موضوع مالتومة ده برضو عشان نقوله? اللي الناس المالت يا جماعة اللي هي اللينف اللي برا الاماكن المتعرف عليها زي البي ارزبتش زي اللي كانت في الامعاء مثلا. فلو جه ورم هناك يعني برا اكسترا نودل يسموه مالتومة او بيسموها مارجنال سيل لينفومة. ماشي? طبعا في البلازمة السيل اسمها ايه? ميلو. واضح كده الكلام يا شبابنا? طيب. في التي سيل الموضوع اهوان واحنا قلنا التي سيل بتمثل خمسة شهر في المية بس. فالموضوع بسيط خالص. بتبقى في البركورتكال اريا او سايمس اريا. اللي ذاكرة هيستولوجها هيلاقي كلام ترتبه خفيف. ان السايمس اريا دي بيسموها فيماس دي بندنت اريا. المنطقة اللي بتصنع تيلينفوسايت فالورم هيجي فيها. فاسمها تي سيمول تي سيل لينفوسايت لينفومة او لينفوبلاستيك لينفومة او اميونو بلاستيك لينفومة وده اللي هنشوفه كمان شوية. طبعا رسمة مكررة تاني مش محتاجين نقولها لو الورم طالق جاي في خلية من السايمس هيبقى ده الناس بتقعد تي سيل لينفومة اي نوع من التلات خلال اللي قلناهم من ثواني او لو هي كانت بصوا زي ما قلت لك يا طالعة من البون مارو بعد كها مشيت كانت نايف سيل بعد كها دخلت منطل اهي في المنطل اريا كانت اوغلت جوه طبعا الرسمة دي طبعا لو عايز تقرأ بقى اراها انت طبعا ايه ملخص للي فاتتي. عشان انا مش عايز ازود لكم الدنيا. طيب. اه الجزء اللي جاي ده كله ريد قولي. حتى انا مش هتوغل فيه يا دكتورة. كانت بتتكلم انكم لازم يعني يبقى عندكم فكرة لحياتكم. لكن هي مش تسأل فيها خالص. ان انت ما تيجي تشخص لازم تشوف حجم الخلايا سغير ولا وسط ولا كبير. يا ترى اه اللي حصل او التكاثر بتاع الخلايا حصل ازاي وامتى وفين. المناطر اللي قدامك طبعا كل ده انت مطالب فيه من الامتحان فمش لازم تقولها جماعة خالص. انا غير كتير اهو. تشوف يا ترى التفاصيل عشان تقتر تشخص بشكل كويس. فطبعا يعني ده كلام مش مختص بك عشان مبقاش اوبر عليك وهو. انا هفوته. تمام? يعني حتى بتقول ان زمان كانت اوروبا عاملة اه كلاسفيكيشن اللي بفوق ما اسمها كلاسفيكيشن. وامريكا عاملة لكس كلاسفيكيشن بعكاية جماعة هما الاتنين في كلاسفيكيشن جديد. لا كلام مش هيهم نا عقنا دلوقتي في حاجة عقنا عندنا امتحان. طبعا اللي هيخد في الحاجات دي ممكن يبقى اقراه براحته. حتى التأسيمة دي مش على حضرتك. يعني انا عايز بقى اقراه مع نفسك خالص. ولا حتى الجدول ده. مقارنة بين البي سل من فوق ما والتي سل من فوق ما. اللي هو الاسامي لا مش عايزين كل ده. ماشي? ولا حتى الوركند فرميوليشن ده. شفتوا قد ايه? طبعا التأسيمة دي اللي احنا اخدناها المحاضرة اللي فتفة انا مش هقولها تاني بقى خلاص. اللي هي لو تفتكروا يعني بريفرال بي سيل بريفرال تي سيل وناتشرال خيلر سيل هودجيكن هستوستيك ديندريتك او بوست ترانسابلانتيشن لو حدش هكتور فاكر لما كنا نقول بعد ايه? النقل لوزارة الاعضاء لان احنا منضطر ندي حاجة تقلل المناعة. فممكن الليم فيتلط فيها انا قلت كده نص. ماشي? هكي قعدنا كمية كبيرة خالصة او بالسهولة والرسمة متكررة تالتة. ده بقى الايه? بداية الكلام اللي يهمنا. التأسيمة اللي قدام حالك طبعا بتاع البي سيل مش محتاجينها حتى الدكتوريات مش مهمة لان نهاية طبعا جلوكيميا. بالنسبة بقى لل بريفرال بي سيل نيو بلازم احنا السعيدين الاسامي اصلا فبرده مقررة تلتة دول اللي كانوا في ده المارجنال هي. خلاص? اللي ممكن تيجي في المالت فسموها مالتومة. خلاص? او ممكن تطلع بره وده دول برضو ايه? مش مهم بالنسبة لي يعني اللي هيري سيل وكيميا والحاجات دي مش مشهورة. خلاص? فطبعا برضو دي مكررة فمش لازم تقرأ. حاجة عينا بخالصة يا شبابي. ده بقى اللي مهم وهتضطر تحفظه. طبعا التأسيمة بقى بتاعة الفين واحد. طبعا دي ازا ما اتفعلنا تبع له كيميا مش هنحفظها. ولا دي برضو هنحفظها. هنبتدي من اول دي. خلاص هنبتدي من اول دي. قد تكون فين? في الليمفنوت او في اماكن معينة. فحضرك مطلوب انك تحفظهم معلش. البريفرال تي سيل لمفهومة اللي ناسي بقى ما احنا قولنا ان فيه بريفرال تي سيل. تقسيمة ايه البريفرال تي سيل قد تكون? هي هباتوسبلينك خلاص يعني في ايه? في الليفر والسبلين. انتروباثي يعني في الامعاء. بريفرال تي سيل لمفهومة انسبالصفايد واللاسف دي منتشرة جدا ومشهور قوي. اللي هي مش معارفة يا طبع مين? سبكوتينياسبانيكولايتس يعني عند الهيرفوليك اللي عند المنبع بتاع الشعر. وتلاتة ايه? ادلت سواء لمفهومة او لوكيميا. انابلاستيك. طبعا ازونتوا لسه اريين باسولوجي قريب فانابلاستيك معناها انها للأسف اوفر قوي ومش عارفين فيها ديسبليجيا او انابليجيا للخلاقة مش قادرة فرقها خالص. انجي اميونوبلاستيك يعني في حوالين الاوعية الدموية. انجيو سنتريك جنب الاوعية الدموية بالذات عند النوز. نزل طيب ده اصعب نوع فيه. لارج جرانيولار لينفوسيتك لوكيميا او لينفومة. واخيرا مايكوزيس فانجويدس. مايكوزيس اس تلاتة اي او اربعة اي الام. الاتش هيباتوس بالينيك. ال اي انتروباس. البي بريفرال. الاس سابكوتينيس بانيكولايتس عند الهيرفولك. التلاتة اي ادلت انابلاستيك انجيو انجيو. ادلت انابلاستيك انجيو انجيو. خلاص. مايكاها لارج جرانيولار ومايكوزيس. افتكر بس المايكوزيس بيجي معها سندروم اسمها سيزاري سندروم. طبعا الدكتورة غالبا هتجيب الكلام ده يا جماعة على هيئة ده واللي جاي يعني. هتجيبه على هيئة كيسز بس الكيس هتبقى اكاد بها حاجة كاركتوريستيك قوي. فتركز في اللي جاي عشان دي ناتباسها. يبقى دي تقسيمة. يا جماعة بالنسبة للناس اللي تاهت. احنا كنا بنتكلم في وننهوتجيكن. اللي احنا بنحكي حالا ده في مش عايزينا لانيدي تابع اللو كيميا. احنا كنا بنتكلم دولت في وضح كده الكلام عشان ما حدش يتوقع احنا فيه. طيب. هنمسك بقى ايه بعضهم كده مقتطفات. ده اللي مهمة بالنسبة لك فيه الليمتحان. ده اللي الكيس هتيجي عليه. small lymphocytic lymphoma. small lymphocytic lymphoma. اللي small في النايف سيل الصغيرة خالص. هتركز فيها. مطلوب منك كم كلمة كده. هتعلم عليهم كده عشان تبقى حافظ. دكتورة قالت زاكره من الباور بوينت اصلا لانه طبعا اكتر بالكتاب بكتير قوي. خلاص. بتيجي في الماتيور بيسيل. بيبقى ماركر اسمه سي دي عشرين. كمان الورم ذات نفسه يعني هو مع الورم المناعة بتتسبب في خروج الماركر ده وماركر اسمه سيفس اميونو جلوبيل. الورم ذات نفسه بيزود سي دي فايف. واضح كده يا جماعة. طبعا دي اللي احنا جبنا اصير عنها قبل كترة. بيحصل في يعني من الاربعين سنة وانت طالع. كم كلمة هم حتى يا الدكتورة معلم عليها. تحت الميكروسكوبة بتبقى. ديفيوز انفلتريشن. طبعا يعني معبية المكان. خلاص? معبية المكان. تمام? ولكن تخلي بالك ان رغم انها معبية المكان. بمشي? بتبقى صغيرة. لكن مع ذلك ما فيش زيادة في النمبر او في البلد. يعني بتفضل في الليم فما بتطلعش للدم. يعني بتفضل الليم فوما. خلاص? ماشي? الحمد لله يا لو جريد. يعني الموضوع بسيط وجود بروبنوسس يعني الموضوع ان شاء الله كيورابل. هيبقى زي الفل. ولكن تخلي بالك. تخلي بالك ان في بعض الاحيان وتخلي بالك عشان تسمعها الانتكاسة. ممكن يتحول لاجريسف تيومر. يعني بدل ما هو هاي كده والبروغنوس كويس. يتحول لاجريسف تيومر. اللي اسمه الديفيوز. اللي اسمه اصلا واضح هنشوف كمان شوية. ده اجريسف تيومر شديد جدا. فخلي بالك انك تحاول ايه توقف الموضوع والتابع. اسمها ايه? يعني ايه في الامتحان? يعني تحول زي ده لديفيوز سيل. طيب نوبصوا على رسومات كده. بصوا المنظر. بص كل ده صغيرة حتى مش باين اصلا من رسمة. لو احنا كبرنا شوية اهي. اهي. بص حجمها اصغنطوط خالص ايه. حجمها اصغنطوط خالص ايه. ماشي? وده منظر برضو من قريب شوية بس ده في الكبد. ماشي? ده في الكبد اهو في اللفر. عارف انت منتشر ايه حاولين الساينوسويتز بتاعة الكبد. طبعا مش عايز اوجها ده مخباوية. طيب. كده خلصنا اللي كانت قابل ما تخش الليمفوسايت اللي كان اسمها نايف سل لو فاكرينها. اللي هي الخلاية اللي كانت باره. طب المانتل بقى اللي في المانتل زون. مانتل س الليمفوم. بص يا سيدي. اولا تمثل ستة في المية وفي قادلة الليمفوم. بتبقى حجمها سمول تونترميديات. اللي فات كان اسمها سمول اصلا. تمام? بتبقى ديفيوس جروس باتل. ديفيوس جروس باتل. مين الماركر سي دي فايف. وتركز في رجال ده عشان الدكتور قد تحجيبه في الامتحان وتركز في الحاجات دي قوي. للاسف بيحصل معها في بعض الجينات. ما بين جين حداشر وجين اربعتاشر. من الكروموسوم حداشر للكروموسوم اربعتاشر. فده هيتسبب في زيادة حاجة اسمها سايكلين دي وان. الاتنين دول ده وزيادة المادة دي هيخليها طول الوقت عما لا تدي اوابر انقسام. عما لا تدي اوابر انقسام اوابر انقسام اوابر انقسام اوابر انقسام فتخلي الورم يتطور. وعدد الخلافي زيد جدا. عشان كده قالوا عليها شي دي ده بس نص نص يعني مش اشد حاجة زي الديفيوس اللي هنشوفه كمان شوية. ريكتز عشان موضوع ده مهم قوي. يبقى في المانتل اه 11 to 14. في فتكرة عشان ده قصائلة يمنحان. المانتل في ما بين جروموسوم 11 وربعتاشر. طيب فوليكلر اهو نوديولر للمفومان كده احمد دخلنا في الناس معي يا جماعة. احنا بدأنا بالخلايا اللي برا خالص. بقى اللي في المانتل امتل يا. بعد كده اللي في الناس estamos بدايتهم الفيكولر او نوديولر انفومان اسمها او نوديولر. خلاص? الخلايا اللي بتتكاثر يعني بتتكاثر بتعمل جديدة خلاص الفوليكلز مش بنفس الحجم والشكل وده يفرق ما بينها وما بين المحاضرة اللي فاتت في المحاضرة اللي فاتت كان في حاجة اسمها لو فاكرين هنا الفوليكلز اصلا العادية بتبقى شكلها مختلفة خلاص انما هنا لقدوا قد بعض في الحجم وفي الشكل منتظمين وبيعملوا ده برضو كان فرق هناك لو تفتكر اكدنا عليها اقوي في المحاضرة اللي فاتت الاركتكتر زي ما هو شكل للينفلولت زي ما هو انما هنا الاركتكتر تغير لان الفوليكلز اللي اتعمل بالتانسر سيل دي عملت لفوليكلز العادية معتش باين لكورتكس ولا مدار خلاص بتبقى بتتكاثوا من نوع من الواحد من الخلاق او اكتر من النوع نوع واحد او اكتر من النوع طبعا مش باين لجرمال سنتر ولا ديول على حسب نوع الخلاق هتتكون فلوكولر سمول كليفت فلوكولر ماكسد سمول ولارج أو يامجز يعني يعني طبعا هي في كل الأحوان أهون من يعني دي أهون من أهون من وهكذا فهي أهون من لأن احنا قلنا الديفيوز دي أكتر واحدة أجريس هنشوفها كمان شارن ركز بقى في اللي فاتت المانطل كان ايه? المنطل حداشر اربعتاشر. انما هنا اربعتاشر تمنتاشر. ومش مهم انها ارمو. الكلام ده مش مهم بنسبة لك. المهم منها اربعتاشر تمنتاشر. حصل من الكرومسوم اربعتاشر للكروسوم تمنتاشر. فطلع مادة اسمها بي سي ال تو مش عارف قلبكو هيجبكو وتفتكروا نقولتها لكو فين? ها? هاتش اطول فاكر? اه في حد افتكر هو. دي الجين اللي كان مسؤول عن ان هو يزود السيل جروس. وكان عكسه جين تاني لو تفتكروا كان اسمه بي تو عشان خطر يعمل ابوبتوزيس. فحتى هما بقولوا على البي سي ال تو ده انتي ابوبتوتك يعني بيمنع ان الخلاة تموت. فتفضل عارف انت مطولة بتاعها طويلة وعملت ايه? عيش حيات. يبقى في الفوليكولر حصل تلانسوكيشن اربعتاشر تمنتاشر. المنتل حداشر اربعتاشر. الكلام ده يتحفى الصمت. طبعا ده شكله. بصوا جماعة. فين الكورتكس وفين المضلة? كلهم شبه بعض. شايف المنزر? كلهم شبه بعضهم. فالحجمه في شكل. ما عادش باين لجرمال سنتر. في جرمال سنتر انا مش شايف اي جرمال سنتر بيبقى باهة قوي. وما عادش باين معالم اصلا. خلاص? طبعا دي من قريب شكل الخلاة من جوة. بعضهم ببقى سمول بعضهم ببقى وهاكسا. طيب. برضو ده ده مقارنة ما بين الرياكتف فوليكولر هيبقى بيجيا. فاكر انت. اهي فوليكل زاهد. بس الفوليكل دي في مكان معين لك الاركتكش لسه زي ما هو. انما هنا مش باين لكورتكس ولا مضال. ماشي? دي مقارنة هتيجي في الفاينل توقعها جدا. وسهلة قوي. لو جمعت كده جمعت لك المحاضراتين. الرياكتف ده كان نتيجة انفلاميشن. انما ده مليجنانسي. هنا الاركتكش الموجود زي ما هو. هنا الاركتكش الراح. هنا الفوليكيلز موجودة في الكورتكس. وفيه جيرونال سنتر. وفيه مانتل ايريا بينة قوي. ومفيش انفلتريشن للكابسول ولا الفات اللي موجود في اللينفنود. انما هنا العكس تمام. مقاكس بقى متعارفين مقارنة بالحب. الفوليكيل ريبليس الكورتكس والمضالة مش باين لا كورتكس ولا مضالة. الفوليكيل كلها اطبعت في شكله الحجم. مفيش جيرمونال سنتر. مفيش مانتل ايريا ما هو مش باين معالم اصلا. وهيحصل للكابسول ودي الفات ويهي المنطقة اللي الكابسول. التكملة في الرياكتف. بيبقى في ميني تايبس اوف سيلة وفاكتف تكمل. انا بقول ايه بقى بلازماسيل ونيوتروفيلز ومش عارف يوحفلة. انما هنا 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 بيبقى في فاجوس لو فاكرين انه كان اسمه اللي كان بيبلع اللينفوسايت. انما هنا طبعا ما فيش الكلام ده خالص. مدناش فرصة اصلا للمناعة انها تتصرف. انما هنا نفس الخلايا جوه وبره. نفس في الحجم والشكل. طبعا هنا بتبقى شوية يعني كتيرة بعض الشيء. انما هنا لأ ما بتبقاش كتير. لان شوفنا كلهم بيبقوا ايه? ما فيش انقسام لو حد في الكلمة اللي كنا كتبينها في السلايد. بص ان هيزيد بس ما فيش ايه? ما فيش عشان كده مقدام ما فيش مش هشوف ميتوتك في جرز كتير. كلام ده يا جماعة وانتهى الاهمية. اللي ناسي معلش يا بص انا ايه يعني هرجع تاني عشان انتم حبيب بس كده افكركم. بص احنا بدأنا بايه? باللي برا دول النايف سيل. بعد كده للمانطل. بعد كده الفوليكولور. علينا هنتكلم بقى في واحدة اللي اسمها الديفيوز ويه نختم بالبلكتس اليمفوب. نبقى خلصنا القصة الجميلة دي. مشي? طيب. كده قررنا بين الرياكتف والفوليكولور للمفومة. طيب. ديفيوز انا من قبل ما اقرأ كده عارف ان الموضوع شديد. اولا مستقوم للمفومة للأسف. ممكن تبقى مع اوتوميون ديزيز زي اللي اللي قلناه في المحاضرة الفاتس والسينورجان سندروم روماتود ارثريتس اه مع الايدس من الامراض المناعة النقصة سواء زيادة او نقصة سواء كسب. للاسف الخلايا بتبقى بتكبر في الحجم وبتتكسر بشكل رهيب. غالبا سيمتوماتيك بتجيب اعراض. بتبقى ماس سنجل نود او اكتر من نود او برا النود خالص. يعني نودة الا اكثر نودة. تحت الميكروسكوب بتبقى فسط يعني لازقف بعض. لازقف بعض. في ديفيوزو انفلتريش يعني معبيها المكان بخلايا من لارش لينفوسايت. بعضها فيه برومنانت نيكلياي وبعضها مش فيه برومنانت نيكلياي. البرومنوزوس للأسف مش كويس. رابط لو ما تعالجتش. ولو تعالجت باميون والكيموسيربي يعني ربنا يصر يا رب من ستين لثمانين في المائة من البيشن ممكن الدنيا تهدى معها. فعشان كده قلنا عليها ايه? تال منظرها يا جمع. بصد من عبية المكان خلايا. بيحصل ليه المرة دي الميوتيشن هيحصل هيطلع جين اسمه بي سي إل سيكس. بي سي إل سيكس. هيحصل تلانسلوكيشن زي اللي فاتت. اربعتاشر تمنتاشر. كده تاني تلات تلانسلوكيشن. بس فيه اتنين زي بعضها. خلاص اش انت بقى القصة واضحة. الفلوكولر زيها زي الديفيوز. ليمفوطباستيك ليمفوما مش هنقرهها. دكتوريات مش عايزينها خالص لان هي تطبع اللوكيميا اكتر منها ليمفوما. فخلاص كأنك ما شفتش اللي اللي فاته ده. تمام كده? نختم بقى قصتنا باخر واحدة ومن الحاجات الخطيرة جدا بيركيتس ليمفوما. بيركيتس ساوس امريكا. ممكن مصر. ربنا يا عافيكو يا رب. طبعا جات نتيجة امشتينبار الفايروس. وحنا قلنا الكلام ده قبل كده. وغالبا تسعين في المئة الحالات بيبقى فيها اللي يشتينبار الفايروس والسبب. وممكن طبعا تيجي نتيجة اه ارصة حشرات. طبعا ده التوزيع بتاع اهو في افريقيا وبتاع الكلام ده. كلام طبعا احنا مش في حاسب كغرافيا. خدت فكرة طبعا لانها تفرق معك لما يجيلك مريض تبقى متخيل. ده لو سفرت برا مصر. بيركيتس ليمفوما بتحصل في ودي اول حاجة مختلفة عن الفات لو تفتك في الفات كلهم كانوا في الادولت. ممكن حوالين سن سبع سنة. للاسف. طبعا ما تبقى في افريكان او في الاماكن الحرة قوي. تبقى نودل واكسرا نودل. تيجي في الفك. عند نهاية الامعاء الدقيقة في او وارا الغشاء البريتون. طبعا دي غالبا مع الابسان باي 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 بس. طب لو جات في امريكان او يعني متناثرة. يعني مش متجمعها في مكان معين. يعني احنا قلنا الافريكان دي يعني متجمعها في منطقة افريقيا. هتلاقي المرض وباء هناك او بلاش كلمة وباء هندمك يعني منتشر هناك قوي. لكن دي يعني متناثرة حالتين هنا على حالتين هنا على حالتين هنا وهكذا. خلاص تمسك خمساشر في المائة من الحالات. بتافقت عن سنة حشر سنة. عشرين في المائة بس بيبقوك بسبب اللي بشتاهم تحت الميكروسكوب بيبقى بتبقى حجمها فيها دي بقى اهم سؤال في اللي من احيان. ستاري سكاي. ستاري سكاي يعني سمع مليانة نجوم. سمع مليانة نجوم. من كدر ما فيه اللي سيكوننا ما نسميها لو فاكرين هنا. بصوا الرسمة هين الموضوع هيبقى باين خالص. طبعا حصل برضو المراضي تمانية اربعتاشر. رابع واحد واخر ما تنسوش قوي. بيحصل ما بين حاجة اسمها ميز جين. الاتنين دول لما يجتمعوا صباح الفل هتلاقي ايه? الدنيا عملها تتكسر 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 بشكل سريع جدا. بصوا منظر يا جماعة شايفك النجوم. شايف النجوم دي اسمها ايه? ستاري سكاي. طبعا ساعة ما شوف المنظر داي يبقى بيركتس الانفو وانتا مغمط. بيركتس الانفو. ماشي طبعا ده الموضوع من قريب شوية. ده اللي بالع جوال ده برضو رسمة تانية. طيب. السمري ده حركت بقى تقرأ الوحدة بقى? خلاص ده السمري اللي احنا خدناه قبل كده كل اللي احنا خدناه قبل كده. طبعا احنا ركزنا مع الاتنين دول. ده كده قلنا اسمه. ودول قلنا اسمه بس اللي بيجيب سيزاري سندروم لو فكره. آآ دكتورة قالت المنظر اللي خد ده. بس المنظر اللي خد ده انت عارف كل. طبعا فكك من ده. وفكك من ده. احنا خدنا الستة انواع اللي في النف. يعني سيباكم الاولين والاخرينين. كاتب لك اسم النوع هو يا جماعة. يعني اللي عند النايف سيل. باكال اللي كانوا مانتل سيل. باكال فلوكلر. بعد كده البيركتز. باكال الديفيوز والكلام ده. كاتب لك الفريقونس بيحصلوا نسبتهم قدية من الليمفومة. طبعا يعني كلام يعني ايه? اثرائي جميل يعني. وده المورفولوجي بتاعهم تحت الميكسكوب. وده السيل اللي هتطلع منها. وده بعض الايه? الكومنتات المميزة اللي هو الترانسلوكيشن. حصل ما بين اربعة شهر وتمانة شهر هنا. هنا ثمانية وربعة شهر في البركتز. فطبعا دي تجميع على اكثر فما تتخضش ايه. لو مش باينة حتى بقى شوفها على الموبايل بتاعك. طيب. بعد كده الدكتورة قالت اه هي بتحب قوي الناس تبع عندها فكرة كده عن العاجات اللي مكتوبة دي سهل قوي. يقول لك ايه الاتتتود او ازاي خلال الليمفومة او الكنسر عموما بتحاول انها تتكاثر وتزيد وتعمل مشاكل. يقول لك يعني ببساطة تحاول تتخلص من اي حاجة بتوقف الجروث. يعني تشغل حاجات الانتي ابوبتوتك تمنع الحاجات بتاعت الابوبتوس. خلاص? طيب. ممكن تعمل يعني تحاول تتخطع المناعة زي الليمفومة. ممكن يعني تحاول تزود حاجة بتزود الساينالينج ودي قلناها في النص كزا مرة. مثل ايه ال ايه ال ال ايه ال ايه ال ايه ال اكيوت لينفوبلاستيك لوكيمي. هو معلين ايه. مش مهم للمسال اصلا. يبقى هنا ايه? بالبساطة هو ايه? ايه اللي ورا بيحافظ على نفسه ازاي? ان هو يمنع الحاجات اللي بتوقف الجروث. يحاول يتخطى الاميونيتي. يحاول ان هو يكتر من الخلاة بتاعته عشان حط رغمات خلاها يبقى فيه غيرها. خلاص? بيعمل انفلميشن يعني بيستفز جهاز المناعة في حوارات جانبية. انها تروح ايه? بتعمل انفلميشن. اكتيفيد انفيجن وميتاستاز تنتشر وايه? بتتواغل. انجيوجينيس تكون او عادة موية اللي هتساعد على انتشاره. جينوميك انستابيليتي. يعني بالبلا دي يحاول يعمل تغيرات في الجينات تغيرات الجينية دي زي الترانسولوكيشن اللي قلناه هتتسبب في النواء يتكاثر بشكل رهيب جدا. يحاول ما يخليش الخلايا السرطانية تموت. خلاص? زي الفريكولور لينفوما. انها بنعت اه شغالة البي سي اللي تقول لك انت يا ابتودك لو فاكر يعني. خلاص? يعني تحاول تبقى عندها طاقة وتوفر طاقة الخلايا بشكل متواصل بحيس انها ما تزهقش من كترة تكاثر. دي قلناها من شوية يعني ايه تكتر الاشارات اللي بتخليها تتكاثر. اللي انا بحكي ده يا جماعة كلام سهل. اللطيف. اللي هو ايه? انا اتحاول ابني عن المناعة. احاول ابنع اي حد يموتني. احاول ازود الجينات اللي بتساعدني ان انا اتكاثر. امنع الجينات اللي هتوقفني. انا كلام عام للازيز خلص. ماشي? كبان برضو دي تقسيمة. ايه دي كده حركة ممكن تبقى تقرها كده ايه? تجميع اللي فات. لطيفة جدا. برضو زي اللي فاتت بالزبط. زي الجدل اللي كان خطك هي هي بالزبط يعني عشان من ده عشبت. عشان شبابنا? طيب. اللي تقول لك ان دي ما لقنا ان تليمفومة الدنيا رايحة فين? خلاص? اولا في الاغلب. معظم الليمفومة عندها فيو تي سيل اوروجين. والاغلب بيبقى بيسيل اوروجين. اتيسي اوروجين زي المايكوسفانجويداس اللي بتعمل سيزاري سندروم. الفيليكولولا للمفومة. البروجنوس طبعا احسن من الديفوس ده عارفينه. الليمفومة اللي طالع من كليف دي سيل احسن من الليمفومة اللي طالع من لان كليف دي سيل. المالجنانت للمفومة. او حتى اكسترا نودل زي الليفر والكيدني واللانجس طبعا كلام سهل خالص. زي كوزوف ديس بتاع اي وراء مالجنانت في الدنيا اللي ده اول اي شديد في الجسم. او كومبريشن انك اتكت على عضو مهمة منعت الدم عنه فحصل له ديس. خلاص? طبعا ده برضو ايه يعني معلومات اثرائية كده لطيفة ودمعة خفيف. ماشي انه ايه اللي مفومة طالع من ين? غالبا بيت تسعين في المية عشرة في المية تي. انه ده طبعا ده اصولي اسف. لا معلومات اثرائية ده مهمة جدا معلش انا ما اكسف. ده مقرنة مهمة جدا ما بين الهوديكن والنهوديكن ده. احنا نكبرها. عشان اشوف الكلام عشان الكلام مهم جدا. الهوديكن بيسيل انما الهوديكن تسعين في المية به وعشرة المئتي. نودل في الهوديكن بيبقى وممكن ينتشر شوية. انما هنا غالبا ديساماليد يعني منتشر. محاضرة نهاردة كلها انتم شايفين منتشره. طبعا بيبقى في الهوديكن السياء اكتر. البون مارو بيبقى في الهوديكن السياء اكتر. الاعراض اللي هي طيب بي لو فاكرنا بتاعة الفيفر والنايت السويت والحاجات دي لا دي بتبقى في الهوتجي كان الهوتجين كيوت قوي بيجي فيه اعراض كيوت قوي زي كروموسومة طبعا هنا اللي بيبقى فيها هنا قانبلويد دي غالبا مش هيبقى فيه حاجة دي طبعا يعني هتسيب عارف انت كأنها هتدلقها يعني هتدلقها برا الجهاز اللي مفاول الدم طبعا اللي ممكن تروح للدم وتتحول للكيميا هي النون هوتجي كان بتاع النهاردة البرجنوز بتاع النهاردة بقى يعني حضرك لو رتبت الكلام في دماغك هتلاقي لو عرفت واكل مقرر دينا سهلا دي بي و تي دي منتشر اكتر تروح تروح مالهاش في الاعراض الكيوت بيحصل فيه تغيرات جينية ممكن تروح للدم والبرجنوز السيء جدا وضع كده الكلام يا شبابنا كده الموضوع بتاعنا الحمد لله خلص طبعا زي اتفاقنا تركز في ايه المميز بتاع كل واحدة عشان الكيس هتيجي على كده هتجيب لك حاجة مواشرة قوي للكيس ان هو ده مش هتبقى حاجة لفاية. وبكده نكون خلصنا جزء الباصولوج بتاع اللي ما توجه.